ونقول اهلا وسهلا في الحلقة اليديدة من بلانت كوستر هعدلت شوية شغلات وتمش موجودين حلقة الماضية اضفت لعبة هنا اضفت شوية شغلات اضفت بعض امور طبعا رخصت الالعاب كلها والامور ماشية هنقول لك خدها ثنين دولار عشرة درهم لا مش عشرة هي سبع بس سويت شي يديد هذا اليبل سويت يبل والممر مديته للصوب الثاني بغيت احطي صاروخه هذا الي ينطرفه قدع وينزل بصراحة يعني كان شكله مغري فسويت له يبل صغير مشكلة يوم ارفع المبنى نسبة الغثيان عندهم الزيت انا هاللي شي مش عايب اني مش هذا وانسار لحظة هذا احطي هذا شفونا هذا احطيه انا وفرت وايد امور يعني اختصرت الدرب قلت بدل ما يبكم الحلقة هذي واسوي يبل وهذا سويتها وبديت الحلقة لان اخذ وقت مني شوي الصراحة هذا كايبل خذ مني وقت بعدها نحن بنسوي الديكور وهذا وهل امور وبسوي عقبها على طول اختار فالحين خلنا نحطي المدخل ونحطي المخرج وين المخرج مشكلة التشكيل صعب حتى ان يسوي طابور تعارهون ونحطي المدخل سويت طابور خاطر انزله المستوى هذا لحظة الطابور أيوة خلي الطابور هنا يعني اللي يطالعوا اللي داخلي يتلاقون عقب مشه الحين لحظة لحظة أنا ما بو هذا مدخل نبدر بعادي صغرة شوي واي اللعبة هذا بغير الحمسوي بكملة في ليبل تعرفون مقصودة مقصودة كم سعره تعال ثلاثة دلال يضربونك دل بعد من تغتشيش هذا كان الشيء البسيط على البداية هذا اللي يبل هذا اللي يبل سوف نقوم بكملة في ليبل طبعاً نيه لازم شوية اكشن لازم شوية اكشن نغير المعالة منسوي الشيء سوينا هذا طالع لبرة الشيرة طالع غصب تعالي هون الحركات هاي ويد كاستوم تريز نحطي لنا وين الشرع المخلوقية العودة هاي شكلها في النون شكلها في النون وكان عجيب بيكون نحطي واحدة اصغر اصغر بول صغر شوية جدام هنا هس استعطي منظر للحديقة من بعيد يشوفون في شير بتكلمش هنا مشكلة هذا اللي هني رأسه بيدور والله رأسه لا يدور هني هذا فتح في حديالة هذا ما أظن مشكلة ما بيون اللي لابدين نحطي مناظر ودنيا وحركات الناس تحب تتطمش إذا حطيت لهم مكان يتطمشون في بيون كلهم ما عندهم مشاكل هلنحط لنا كبرة خلنا نشوف يوه وين سير هذا صدق المكان يغف شوفوا ما حلا يبين الحديقة كاملة تبين الحين وراه بيقطار بعد من هنا بيستيختار بيستي منظر منظر من الآخر يوه هلا هلا ما رح بالحديقة شوفوا الزحمة اللي تحت في حد ياي هذين هم يايين شوفوا والله طريق حكم لحظة وقف وابوك اوه لو أنا هاي بتغثني اللعبة المهم مو بانا هاذا فالحظي نزيت منها خاطري والله سوي حركة اوصل هذا في ذاك بس بيكون شغل وااااااااااايد ونسوي شارع من فوق تخيلوا روعة المنظر بس مشكلة لازم ننزل لعواميد من الوسط يعني نرفع نرفع لمكان ثاني عساس يبيين يعني في شي واقع يكون وانا ما هديت فراغات فلازم اشتغل واايد هلا المناطق منحو المناطق طلعت شوفواسيناريا فيها فول هي ما فيها سيناريا ظنى وفيها مناظر يقول الخطار تمت التجاية تمت التحقيق اشتركوا في القناة 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 مش غلط ها كله نقدر نعدل عليه نشوفه نضبطه نرتبه في العادة انا عقب ما اتخلص الحلقة بعد احط شوية شغلات زيادة يمكن اسوي شير حق الماب اللوج مالي بشوف بس هني واحد احتمالات انه عندك شي بهال حجم هذا كما تسوي شغلات حلوة عنده بوائد بيكون شعرين بيشتوي سيناري اكثر بس لنه توا ما وصلينه في حد يا انا اصلا لا نبه محلات نبه محل هني هاي اللي شكل هن صغار الفنانات هني ورا الاخطار شوي جدام ستايل هاي اللحظة تشيح فنانات حسن يعني الساهل الواحد يبطل هن هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة أتحرك اتحرك اتحرك باث ترى شو سويتهم انا سويتهم جرد انا غلطت اني سويتها جرد انا غلطت اني سويتها جرد اخ اقول بديت الولدينك بدر ما يقعد يغثني ساعتين ولايش رأيكم نارد نفتح الشوبس امامكم معاق واحد درأنك سبع ثانين نظر عنك نتعلم هنا نبغة فرستيد نبغة نيرسري ATM نبغة ATM يسحبوا فالوز الحين ATM ثانيا هو مراحي ايوه مجموعة محلات مجموعة محلات مجموعة محلات مجموعة محلات ممكن نضبطه بعد عادي يعني مجموعة محلات لا تزعلون أبا بلدنك هالمرة أبا برج لحظة أرومة سويلة هذة لا أشوف يجب أخي له حساكن هني شو شو أركم ولا مش هني ساكنها عنيبل هني هنا في حد يكون ساكن هنا ونّا مرة مطلع الحلبة مش الحلبة عالرايت حسب يكون في النوم أما أني بالنبات صغيرون وراء هذا على أساس يعني أنه موكف هذا عنده الله البلدينك استرعى ترتيب أحسن من هذا يباقي قبل كنت باهم تحضون هذا يطمشون على قيام يأخذوا من المطعم اللي هنا شو سوي يطمش بس واني مشارع من هنا ظلمت مرة واحدة ستوي شارعين بيزيد هو بيتم يزيد شوي شوي أسرا من الناس تبدأت الزاحم عليه شوي شوي مبزين هذا خلى واندر خلى الناس تتوي زحمة أنا أبا زحمة أنا أبا زحمة ما عندي مشاكل أوكي خلى الناس تتوي زحمة ممكن أسوي شغلات ثانية ممكن أزيد عدد العربات ولا أظن يمكن لكن لازم أظن يبند الخطار شوف شوف كيف ستوي زحمة الأخطار حلوة الحديقة هاي الحديقة مواننا منظر حالية من فوق بالنسبة لي تقريبا هاي آخر حلقة إذا أنتم حابين نكمل السلسلة كتبوا لي في الكومنت تحت أنكم تابعونه وإن شاء الله نكملها لكم فنشوفكم إن شاء الله في سلسلة قادمة موسيقى أكثر